عايز تقولي على جوزي جومز جومز مدرب عنده أفكار ثابتة بيحاول يشتغل بيها دايما ونعرض الفيديو بتاع جومز على طوله إحنا بنتكلم عشان اللي قاله إسلام واللي أنا تكلمته واللي قلت إنه هو هيحاول جومز يعمله واللي تكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت عن جومز تعال أوريك وبيعملي في التدريب لكن فيديو ما انتشرش كتير أو لما انتشر ناس فتكلمتش عليه كتير لكن فيديو في تجربة الراجل مع ماريتمو وهو بيشرح للعيبة يا كريم إزاي تشتغل بالفكرة بالفكرة اللي حقا بنتكلم عليها دلوقتي بتاعت دخول اللعيبة وكان بيقولهم لو أنت عايز تسجل دايما حاول تشتغل لقدام ده الشرح اللي موجود في الفيديو اشتغل لقدام حاول تعمل عملية اسقاط للكرة دايما في المساحة اللي في ظهر اللعيبة ما تشتغلش طول الوقت في الزحمة حاول إن انت تطلع لقدام تعمل فرونت الباص أو باصة أمامية بص هنا الحركة هينادي على اللعيب فيه اتنين اللعيبة الاتنين الوينجرز هيقول لهم أنا عايز تلات لعيبة بص يا كريم العلامات اللي اتحطت في الفيديو ده تلات لعيبة واقفين اللي هم التلاتة لفوسط الملعب اللي اتعامل عليهم علامة دول اللعيب مركز ستة وبيلعب باتنين اللعيبة مركز تمانية دورهم هجومية وبص العلامتين اللي اتعامل دوله اللعيبة بتتحرك نادع اللعيبة واقف التمرين دخل الاتنين وينجرز انسايد بص على الصورة تلاقي ان الاثنين وينجرز قال لهم انا عايزكم تشتغلوا كمهاجمين امش عايزكم تبقى اجنحة فهو دايما بيعتمد على انه عايز يدخل الجناحين يشتغلوا تحت الفرود والتلاتة يعملوا كسافة هجومية ده اللي بيحاول جزء جمال دي في تجربته مع مريتم والتجربة اللي قبلة لزمالك بتجربة ده الشكل اللي هو بيشتغل به طول الوقت نفس النمط نفس المومنتم نفس الشغل اللي بيعمله انه هو طول الوقت عايز يشتغل ودي الوحدات التدريبية اللي بيعملها لهم بيعمل لهم ايه الراجل بيقول لهم دايما انا عايزكم تشتغلوا انسايد وبيعتمد في الشغل الدفاعي كله على الثلاسي بتاع وسط الملعب وده السلاح اللي زوح الدين مع الراجل اما انه يشيطر تماما على وسط الملعب باني بيعنده خمسة متواجدين في وسط الملعب دايما الثلاسي واللي السنائية بتاعة الاجنحة سواء زيزو أو ناصر اللي هو اللاعب أو مصطفى شلبي مع التكملة اللي بيعملها زيزو ومصطفى شلبي أو أنه يخسر وسط الملعب لأنه ما فيش لعبة كتير بتقدي أدوار دفاعية ده متوقف على الأدوات اللي هيستخدمها لكن فكرة الراجل زي ما شرحناها في الفيديو هو الشكل اللي بيشتغل به دايما جزء جميل